جوزف الشراني بقى كان عارف ان العيل الصغير مايكل ابو 11 سنة ده هو سبب النجاح ده كله فهلك الودة مش لازم يجبر ماهو لو كبر وصوته بقى رجالي كده الفرها ممكن توقع طب ودي هتعملها ازاي يا جو هتوقف نموه؟ اه هوقف يخرب بيتك هتعمل ايه؟ ابني اللذين كان بيديله علاج هرموني عشان صوته يفضل صغنة ده مش قب بقى ده برجلة مسلوخة والكلام ده مش اي كلام ده تقارير نشرتها الديلي ميل والجارديان والدوى ده اثر على مايكل فعلا وعشان كده تلاوه صوته كان رفاية عسيكا هذه المعلومة مصدرها كتاب ألفه طبيب القلب كونراد موري الذي رافق مايكل جاكسون في الشهور الاخيرة من حياته واتهم بقتله وثبتت إدانته بحكم المحكمة الحقيقة أن مايكل جاكسون كان صوته حادا فعلا وليس خشنا ويرجع ذلك إلى سببين أولا حجم الرئتين بحسب تقرير الطب الشرعي فإن مايكل رجل طبيعي مئة في المئة وهرموناته طبيعية ولا يوجد في جسده أي دليل على التحول الجنسي أو الشذوذ ولكن حجم رئتيه كان أصغر قليلا من الحجم الطبيعي ومن الناحية الطبية يعتبر هذا سببا في أن صوته حاد غير خشن ويظهر هذا بوضوح بدءا من سن المراهقة لأن الجسم يكبر بصورة طبيعية في حين أن حجم الرئتين لا ينمو إلى الحجم الطبيعي ثانيا عامل الوراثة فمعظم أفراد عائلة جاكسون يتميزون بنفس الصوت الحاد ولم تنشر هذه المعلومة في الديلي ميل والجارديان باعتبارها معلومة حقيقية ولكنها نشرت باعتبارها أحدى مزاعم موري في كتابه فضلا عن أن الجارديان غالبا حذفت هذه المقالة لاحقا فهل من المعقول الاعتماد على تصريحات القاتل دون دليل فضلا عن وجود أدلة مضادة لما نزل الألبوم بعد الناس لو سبحان الله بقى أبيض يا ابني لإيه عملتها إزاي دي يا جماعة أنا مريض بهاق طب يا سيتي سلامتك بس ده برضو ما يخليش جسمك يبقى كله أبيض كده قالك لا ما نبذهن جسمي كله كريمات بيضة عشان يبقى مية واحدة هذا الكلام غير دقيق علميا فالبهاق مرض مناعي يسبب بقع تفقد الجلد لونه وعادة يزيد حجم هذه البقع بمرور الوقت وهذه الحالة المرضية تصيب الجلد في أي مكان من الجسم ويصيب البهاق مختلف أنواع البشرة ويكون أكثر وضوحا في البشرة البنية أو السوداء وبحسب تقرير الطب الشرعي فإن مايكل كان مصابا بالبهاق الشامل وهو أخطر أنواع البهاق الخمسة أما فيما يتعلق بالكريمات التي كان يستعملها مايكل جاكسون فإنها لا تستعمل أصلا لتغيير لون البشرة بل هي علاج يصف لمرض البهاق ولأن جاكسون كان مصابا بأخطر أنواع البهاق فإنه بات معرضا للإصابة بسرطان الجلد إذا لم يتلقى العلاج المناسب بحرص ويضاف إلى هذا أنه لا يوجد أصلا أي كريمات تحول لون البشرة السوداء إلى اللون الأبيض بس هو الأكيد يا جماعة إن مايكل عمل عمليات تجميل كثير لأن ده غير ده خالص والمناخير دي غير المناخير دي تمام هذا الكلام ليس مدعوما بأية أدلة والحقيقة أن معظم العمليات الجراحية التي أجراها جاكسون طوال حياته لم تكن جميعها عمليات تجميل فوفق تقرير الطب الشرعي أجر جاكسون عمليتين في أنفه إحداهما عملية جراحية لمعالجة كسر في الأنف والثانية عملية تجميل لإصلاح عيوب العملية الأولى كذلك أجر عمليات لمعالجة إصابات متكررة في الركبة وعمليات أخرى لمعالجة كسر في العمود الفقاري إثر حادث أصابه في إحدى حفلاته عام تسعة وتسعين والأكثر أهمية مما سبق أنه وفق تقرير الطب الشرعي أيضا ثبت أن جاكسون كان مصابا بمرض الذئبة المناعي والجدير بالذكر أنه جرى تشخيص مايكل بهذا المرض فعلا في عام ستة وثمانين ينشأ مرض الذئبة المناعي عند مهاجمة جهاز المناعة لأنسجة الجسم أو أعضائه قد يكون مميتا وقد يؤدي إلى ظهور طفح جلدي في الوجه أو في مناطق أخرى من الجسم ويعتبر مرض الذئبة أكثر شيوعا بين الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية وبالنسبة إلى حالة جاكسون فقد سببت الذئبة تساقط شعر حاجبيه ورموشه إلى جانب تساقط شعره الأمامي إثر إصابة فروة رأسه بحريق عام أربعة وثمانين كما أدى البهاق إلى أن شفتيه قد فقدت لونهما الطبيعية تماما كل هذا دفع به إلى إجراء عمليات تجميل تعرف بعمليات الوشم الطبي المؤقت لعلاج آثار تساقط الشعر في المناطق المذكورة ولإطفاء لون طبيعي على الشفتين فضلا عن ارتدائه شعرا مستعارا طوال الوقت فدخل بقى في سكة المنومات والمهدئات وده طبيعي لأي حد بيتعرض لحد سبشع زي دي بس اللي مش طبيعي إنه مايكل أدمنها طول حياة لم يكن جاكسون يتناول المسكنات لمجرد أنه تعود عليها ولم يكن يتناولها بلا داعا ولم يكن يفرط في تناولها بشكل غير معقول لأن حادثة عام أربعة وثمانين التي سببت له حروقا من الدرجتين الثانية والثالثة لم تكن وحدها سببا للجوئه إلى هذه المسكنات فبجانب هذه الحادثة عانى جاكسون من إصابته بالذئبة والبهاق وكسر في عموده الفقاري وعانى من مشاكل نفسية أهمها الأرق والاكتئاب لذلك وصف الأطباء له هذه الأدوية المسكنة في الثمانينيات وظل جاكسون معتمدا عليها حتى آخر لحظة في حياته بسبب آلامه الجسيمة التي تعتبر تبريرا واضحا لاعتماده على المسكنات وتعوده عليها كعلاج وبمرور الوقت باتت المسكنات العادية غير مجدية أو مؤثرة ليميل جاكسون بسبب هذا إلى مسكنات أكثر قوة كمشتقات المورفين حتى تعرف أخيرا على عقار البروبوفول الذي يستعمله الأطباء لتخدير المرضى قبل إجراء العمليات الجراحية ولما سأل الأطباء عن إمكانية تناول البروبوفول كمنوم أو مسكن للألم نصحوه بأن لا يفعل وبحلول عام 2006 تعرف جاكسون على طبيب القلب كونراد موري الذي أخبره أنه يمكن تناول البروبوفول كمنوم ولكن بجرعات محددة تحت إشراف طبيب ومن وقتها ظل موري يتقرب إلى مايكل جاكسون لحد ما حصلت الفضيحة سنة 93 وطلع واحد قال أن مايكل اتحرش جنسيا بابنه طبعا الموضوع بقى فضيحة كبيرة في العالم كل والمحاميين بتوع الواد قالوا له لو ملمتش الموضوع ودي ودفعت عشرين مليون دولار هنقدم كل الأدلة اللي معنا للمحكم وبسلم لنا بقى على البورش لا مش العربية الغريبة بقى أن مايكل دفع ليه كده يا مايكل ما انت لو بريء فعلا مش هيهمك وهتقول لهم هتؤخركم هذا الكلام غير دقيق وبعيد كل البعد عن الحقائق الموثقة ففي أوائل التسعينيات نشأت صداقة بين جاكسون وعائلة تشاندلر التي تتألف من إيفان تشاندلر وطليقته وطفليه جوردان وليلي وبمرور الوقت باتطليقته والطفلان مقربين من جاكسون ويرافقونه في معظم الأوقات ثم في عام ثلاثة وتسعين نشر إيفان في بعض وسائل الإعلام شائعات مفادها أن جاكسون تعدى جنسيا على نجله جوردان البالغ ثلاثة عشر عاما وسرعان منتشرت هذه الشائعات في مختلف وسائل الإعلام العالمية ووقتها كان مايكل مشغولا في جولته العالمية دينجيرس ولكنه ألغى باقي حفلات الجولة بسبب تعرضه لمشاكل صحية ناجمة عن انتشار تلك الشائعات بعد ذلك بدأ إيفان يبتز مايكل ويطالبه بمبالغ مالية طائلة في مقابل إيقاف تلك الشائعات لكن مايكل رفض هذه التسوية وعقب هذا الرفض قدم إيفان بلاغا للشرطة مفاده أن جاكسون تعدى على جوردان جنسيا وجند إيفان أشخاصا كانوا موظفين عند مايكل جاكسون ليدعوا عليه زورا أنه يمارس سلوكيات غير لائقة لكن الشرطة لم تكترث لشهاداتهم لأنهم كانوا قد باعوها من قبل للصحافة الصفراء وبهدف الضغط أكثر على مايكل هدد إيفان بأنه سوف يرفع دعوة قضائية بالتعويض وفعلا نفذ إيفان تهديده ورفع دعواه القضائية فنصح المحامون مايكل بأن يقبل التسوية المالية خارج أسوار المحاكم وفعلا تمت التسوية في عام 94 وحصل إيفان على ملايين الدولارات وأغلق التحقيق لعدم وجود أي أدلة مادية تدين مايكل وعدم تعاون عائلة تشاندلر مع جهات التحقيق ولغياب المجني عليه في القضية جوردان تشاندلر وهذا الغياب يفسره ما جرى لاحقا حيث قاطع جوردان أباه إيفان إلى الأبد وأعلن أن أباه أجبره على إخبار الشرطة بأن جاكسون تعدى عليه جنسيا وأنه بسبب شعوره بالذنب لم يشارك في التحقيق ولم يظهر في المحكمة وظل جوردان متمسكا بأن جاكسون بريء تماما من هذه التهم الملفقة ومن أدلة إثبات براءة جاكسون أنه بعد إتمام التسوية المالية تمكن محاموه من الوصول إلى تسجيل لمكالمة هاتفية بصوت إيفان قال فيها أنه سوف يهين جاكسون ويجني من ورائه مبالغ مالية طائلة هذا الكلام غير دقيق أيضا لأن جاكسون لم يتخذ من الزواج وسيلة يتخلص بها من آثار أزمة قضية تشاندر والحقيقة المعروفة أن جاكسون بدأ يفكر أصلا في الزواج منذ أواخر السبعينيات وتعد عارضة الأزياء الأمريكية بروك شيلدز من أشهر من عرض جاكسون الزواج عليهم أما ليزا ماري بريسلي فكان ينوي أن يعرض عليها الزواج منذ عام 84 لكن ليزا كانت تخطط وقتها للزواج من داني كيو وفعلا تزوجها داني عام 88 لكنه منفصل وديا عام 92 وقتها حاول مايكي للتقرب من ليزا ماري مجددا وجرت بينهما مقابلات عديدة حيث حكى لها عن حقيقة كل الشائعة التي تثار حوله ولاحقا صرحت ليزا أنها اندهشت وقتها من كمية الأكاذيب التي كانت تصدقها عنه واكتشفت أنه إنسان يساء فهمه وانجذبت إليه منذ ذلك الحين ثم شهد عام 94 انفصال ليزا عن داني رسميا ثم زواجها من مايكل جاكسون لتنفصل عنه لاحقا في عام 96 وخلال جنازته عام 2009 كانت ليزا ماري آخر شخص يجلس بجوار نعشه عقب مغادرة الجميع وبعد وفاته صرحت أنها ما زالت تشعر أن حبهما كان حقيقيا وقالت إنها كانت تحب الاعتناء به وبات هذا يمثل أجمل شيء في حياتها لحد ما جات سنة 2003 وطلعت فضيحة جديدة أم قدمت شاكه في مايكل إنه اعتدى جنسيا على ابنها اللي عنده 13 سنة ومريض سرطان في نيفرلند أبا تاني يا مايكل هنخرجك منها إزاي دي بقى والبوليس هجم على نيفرلند وجاب عليها وطيها ويا لهوة على اللي لقوه مجلات إباحية في قضة مايكل اللي بينايم فيها العيال هي لقدوا كمان لقوا السرش على الكمبيوتر بتاعه كله مواقع شزوز جنسي مايكل قال لك يا ما لها برادت كده ورح مغير طقم المحاميين وجايب أكبر محامي في أمريكا والرجل الصراحة كان دماغ وقال لهم لا معلاش ارفعوا لي كده البصمات اللي على المجلات دي وهتولي الأوقات اللي مؤكلي عمل فيها السرش على المواقع إياها والمفاجأة إن البصمات ما فيهاش بصمة مايكل حتى السرش كان في الوقت اللي مايكل فيه في ألمانيا أساساً هذا الكلام ليس دقيقاً لأن محامي جاكسون لم يبتكر أي حيلة لتبرئة مايكل من التهم المنسوبة إليه ففي عام 2003 وبعد عرض فيلم وثائقي عن مايكل جاكسون من تقديم الإعلامي البريطاني مارتن بشير فتحت إدارة خدمات الطفل والأسرة تحقيقاً لاحتمالية أن يكون جاكسون متحرشاً بالأطفال وقتها كان مايكل خارج الولايات المتحدة الأمريكية ومع ذلك فإن الإدارة والمباحث الفيدرالية تقتحموا نيفرلاند بشكل مفاجئ وفتشوها بالكامل بحثاً عن أي أدلة مادية وتحفظوا على تسجيلات كاميرات المراقبة واستجوبوا مئات من العائلات والأشخاص الذين أقاموا في نيفرلاند أو حتى زاروها فقط بالنسبة إلى الأدلة المادية فأولها مجموعة مجلات إباحية رفعت عنها البصمات ولم يكن بين البصمات المرفوعة أي أثر لبصمات جاكسون والدليل الثاني سجل بحث عن مواقع إباحية في جهاز لابتوب وثبت أن مايكل لم يكن في الولايات المتحدة أصلاً أثناء فترة إجراء هذا البحث وبالنسبة إلى شهادات شهود الإثبات فقد أدلت سيدتان بشهادتيهما في هذه القضية الشاهدة الأولى سيدة كان أحد أولادها مصاباً بالسرطان وتكفل مايكل بنفقات علاجه وسمح لها هي وأولادها بالإقامة في نيفرلاند لكنها شهدت أن مايكل تعدى جنسياً على أحد أبنائها وحبسهم جميعاً في نيفرلاند في الحقيقة لقد ثبت وقتها أن هذه السيدة مسجلة في سجلات الشرطة بسوابق الصرقة والشهادة زوراً وثبت من خلال تسجيل كاميرات المراقبة في أحد الأحياء أنها هي وأولادها كانوا يسرقون متجراً في الوقت الذي زعموا أنهم كانوا محبوسين فيه داخل نيفرلاند وشهد طفلها في المحكمة أنها طلبت منه أن يكذب في شهادته لكي يجنو أموالاً طائلة الشاهدة الثانية كانت سيدة تعمل في نيفرلاند وقد أيدت شهادة الشاهدة الأولى لكن الحقيقة أن مايكل سبق أن طردها من نيفرلاند لأنها سرقت متعلقاته وباعتها للصحافة الصفراء ويبدو أنها شهدت زوراً لتتقاسم هي والشاهدة الأولى مبلغ التعويض المالي وفي النهاية حكمت المحكمة ببراءة مايكل جاكسون من هذه التهم الملفقة سنة 2000 حصلت مشكلة كبيرة بين مايكل وشركة الإنتاج بتاعته صاني لما نزلت ألبومه من غير أي دعاية خالص فتقريباً الألبوم مات فجاكسون زعل قوي بقى ورح واخد جمهوره وعمل مظاهرة جبارة قدام الشركة وش دي ما بقى في الشركة وفي تومي مطالة الرئيس الترفيهي ليها والإسم ده مش هينفع ننساه فالشركة عشان تلم الموضوع رافدت مطالة وتفسخ العقل وانتهت المشكلة مع الشركة بس هي تقريباً كده منتهتش مع مطالة هذه المعلومات ليست دقيقة إطلاقاً فالمظاهرات التي أشعلها جاكسون لم تكن بدافع عدم الترويج لألبوم إنفنسبل فقط وتومي مطالة نفسه لم يفصل أصلاً من شركة سوني بسبب مظاهرات جاكسون تومي مطالة كان رئيساً تنفيذياً لشركة سوني ميوزيك حتى عام 2003 وفي عام 2001 صرح جاكسون أن من أهم الأسباب التي دفعته إلى تنظيم احتجاجات ضد تومي مطالة أنه فاسد ويسرق حصة من أرباح الفنانين لحسابه الخاص وكان عنصرياً يستغل مواهب السود ويبخسهم حقوقهم وإلى جانب هذه التظاهرات نجح جاكسون في تملك 50% من أسهم شركة سوني ميوزيك وتمكن من الوصول إلى مستندات رسمية تؤكد فساد تومي مطالة وسعى إلى الإبلاغ عنه لكنه لم ينجح في إسقاطه تحت طائلة القانون وفيما يخص فصل تومي مطالة من سوني ميوزيك بسبب مظاهرات جاكسون فالحقيقة أن تومي مطالة لم يفصل أصلاً ولكنه في عام 2003 استقال بكامل إرادته من منصب الرئيس التنفيذي ليبدأ عمله الخاصة إثر ذلك حيث أسس لاحقاً شركة سماها ماتولا ميديا وما زال حتى هذه اللحظة يحقق نجاحات مهنية لا حدود لها تماماً كما كان يفعل عندما كان رئيساً تنفيذياً لشركة سوني ميوزيك إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الأعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد